كان يمكن كل شيء يتعلق عن هذه الأزمة في تعارض المنتخب الوطني وكأس الأمم الأفريقية مع الأهل وكأس العالم الأندية لكن يبقى هناك كلام كثير في الغربال كلام مهم جدا عن الكرسي الشاغر وتقاليد الأهلية نادي لقال انتخاباته أفرزت مجلس إدارة بكامل تشكيله بقايمة كاملة لكابتن محمود الخطيب حرم الأستاذ العمري فاروق الناجح بالتزكية بأعلى الأصوات من أنه يعتقل الناجح بالتزكية وبالانتخاب بالتزكية المنتخبة أو بالانتخاب المذكأ يعني دي فين في العالم مثلا فين في العالم أخوان حد يقولي كده واحد صوتت عليه رغم أنه هو بالتزكية فالجمعية العمومية ديته 94% من مجمل الأصوات اللي انتخبت فتقوله لا ولو هو فيه إيه طيب من برح كان الاجتماع الأول لمجلس إدارة النادي الإحلي دي الصورة الصورة دي الكرسي الشاغر اللي على يمين الكابتن محمود الخطيب يترجم تقاليد النادي الإحلي لأنه مجلس الإدارة وهو حريص على كرسي نائب الرئيس اللي الجمعية العمومية اخترته واللي محكمة القضاء الإداري حددت يوم 19 ديسمبر موعدا لنظر الدعوة المقامة من الأستاذ العمري فاروق ضد القرار السلبي من اللجنة الأولمبية ومن الجهة الإدارية بعدم اعتماد فوزه بالتزكية ضمن هذه الانتخابات رغم كل ثبوت الموقف القانوني الألف في المية اللي السادة في اللجنة الأولمبية وفي الجهة الإدارية ما سووش النادي الآلي بنادي السنبلوين نادي السنبلوين ونادي دي كلمس ومركز الشباب اللي نجح فيها ناس نهيك على نادي الظهور بقول لكم كانت أزمة كاشفة كاسفة كاشفة كاسفة في التحامل على النادي الآلي وجمعيته العمومية في هذه الانتخابات ما اعتمد للظهور لم يعتمد للنادي الآلي مدرية الشباب الرضا في الإسكندرية اعتمدت انتخابات سموحها بالتزكية في بعض المقاعد مدرية الشباب الرضا في القاهرة اللي فيها النادي الآلي اعتمدت انتخابات للظهور وهي اليوبلس على ذات الوسيقة وذات القيمة في التصويت نفس السمرت التصويت إلا النادي الآلي لكن مجلس الإدارة مبالح كان عند حرصه على تقاليد النادي أولا لم يشكل المكتب التنفيذي انتظارا لحاسم موقف الأستاذ العمري فاروق نائب الرئيس سيشتغل من خلال المجلس بالزبط لا انا عايز اقول حاجة بأستاذ إبراهيم صورة الكرسي الشاغر لها تفسير عندي مهم جدا هو احترام مجلس إدارة النادي الأهلي لإرادة الجمعية العمومية بالزبط مجلس إدارة النادي الأهلي ما قالش للوكيل الناجح لا ما انتش داخل المجلس وده حصل في حدة تانية اي واتمنع لأربع سنين من دخول النادي من دخول النادي وصوت على مركزه اللي الجمعية العمومية جابت وفي حضور نفس سيادة الوزير فأنا اللي أنا عايز اقوله هو النادي الأهلي لما بيعمل كده أولا بيداف عن حق الزميل اللي نجح في مكانه محدش يستحق ان يقعد عليه ده من وجه نظرنا غيرك احتراما منه لحقك والأكثر من هذا لإرادة الجمعية العمومية لان لو قعد عليه حد غيرك انا بتجاهل 94% من رأي الجمعية العمومية لصوته وأرجو ان تكون دي رسالة توصل لصحاب الشأن مصلحتكو ايه ان المنظر ده يستمر والإمتى رغم انه مستوفي جميع شروط الترشيح صحيح ما حصلش اعتراض عليه صحيح عشان نقعد الناس ستكهن هو ايه في حاجة ما نعرفهاش ولا ايه ايه كانت بانت فيه الاعتراض على ترشيحه ايه ما فيش ايه يبقى وهنا يأتي كلمة تفسير الاستقرار حق يراده به باطل انك وكأن الاهلي كده انت هو مستقر ما انت حرمني من رئيس المكتب التنفيذي وحرمني من تفعيل ارادة الجمعية العمومية وحرمني من استكمال مجلس الادارة بالنائب بتاعه حرمني من حاجات كتير لكن كوني بتجاوز هذه الازمات بحكمة وبأصول وبتقاليد راسخة ده نتيجة صلبتي انا وقعدتي انا ورسوخي اللي مستمدوا من تاريخي مش نتيجة انك في غيري بقى بيتجاهل كل ده وبياخد الدعم منك كمسؤول يبقى انت بتوصله للاستقرار اللي تحرمني منه وهو قانونا ماشي ازاي وانا قانونا ماشي ازاي هذا هو الفرق الذي اردت وان وضحه وارجو ان يطلع رد بأي رد اي رد مش معقولة كل مرة نروح لاصحاب الشائل نكلمهم طيب مش ردين وكان الامر كده بيتحل هذا امر خير مقبول في ادارة الكرة في مصر بما تستحقه مصر من مكانة كفاية بقى وصاية على الكرة مصرية من بعض الافراد كفاية طيب الحقيقة في سياق الازمة دي ازمة الاساس العامري فارونة جحه بالتسكية عجبني جدا رأي للاساس ايمان بدرة ناقدنا الرياضي المحترم الحقيقة ايمان بدرة رغم ما اعلمه عن علاقة وسيقة على المستوى الشخصي له مع الدكتور اشرف صبحي على المستوى الشخصي حتى من قبل ما الدكتور اشرف صبحي يجي للوزارة بسنوات الا انه هذه العلاقة الشخصية لم تمنع الزميل العزيز والنقد الكبير الاساس ايمان بدرة من كلمة حق في موقعه اللي بنباركله عليه ونتمنى له فيه كل التوفيق موقع ملعبكم كتب ايمان بدرة عجائب الجهة الادارية في رفض تصويت الاهلوية وبيشاور بوضوح شديد على مسؤولية الجهة الادارية وبيقول سؤال الجهة الادارية التي قررت عدم اعتماد فوز العمري فاروق العمري بمنصب نائب رئيس النادي الاهلي رغم انه حصل على اصوات وسبعين عضوا من اعضاء النادي الذين هم اعضاء الجمعية العمومية وبعد ذلك حضراتكم طلبين موافقة الجمعية العمومية ويجا عشر خمستاشر عالم تستفهم وتعجب هو التسعتاشر الف لا يمثلون الجمعية العمومية هل عضو النادي الذي قدل بصوت في الاستمارة بعلامة موافقة على اختيار العمري في منصب نائب الرئيس غير عضو النادي الذي سيحضر اجتماع الجمعية العمومية ليرفع يده بالموافقة من عدمه وعشر علامات استفهم وتعجب وبيقول ايمان بدرة هل حضراتكم تتصورون ان عضو النادي الذي حضر وسجل امام السادة القضاء وحصل على الاستمارة الرسمية باسماء السادة المترشحين كان مسلوب الارادة حتى تطلب منه الحضور مرة اخرى للتصويت ويتحدث ايمان بدرة عن كل ما سبق عرضه وبقول يبدو ان الجهة الادارية في وزارة الشباب والرياضة ممثلة في مدرية القاهرة لم تتخلص من هذه البيروقراطية ومعها بالطبع اللجنة الولمبية وقررت كل منها اتباع تفسير سفستائي للائحة الواضحة ان عضو النادي لالي حضر امام القاضي الجليل وسلمه بطائة الرقم القومي وبطائة العضوية لا يمكن نعترف بانه صوت بالموافقة على العمري وبيقولهم اذا كان الوضع كذلك اكيد اكيد كان الافضل للعمري ان يدخل منافسة على المقعد مع الدكتور وليد الفيلة الذي تم استبعاده في النهاية بحكم قضائي بعد ان دفعت الجهة الادارية بعدم قانونية تراشحه وعشر علامات استفهام وتعجب الجهة الادارية هي اللي سعت لده وهي اللي خلقت الازمة وهي اللي عقدتها فالاهل الرحل المحكرة هو لما الجهة الادارية اعترضت على الاستاذ وليد لو كان الاستاذ العمري عنده اي خدش في صلاحية موقفه ما كانت اعترضت عليها هو كما لكن ده نازل من موافقة الجمعية الادارية اي وترح اللي استمارة وتوافع عليها اي وتوقع عليها بالموافقة اي وترحت امام الجمعية العمومية الاشمال اي كيف للجزء ان يلغي الكل اي يعني الجمعية العمومية العادية تبقى كورم بنص الجمعية العمومية اللي صواطت يعني 22 محتاجين 11 اه هل ممكن الجزء يلغي الكل اطلق ازاي الكلام ده طيب